إنه مزالة ويخرج زكاة بعد الحفاظ تحقيقا بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حفاظه وزالت إذا بلغ المصاد وإنني وأولادي الصغار معيش من إنتاج أرضي وهو يكفي من الضروريات فقط ولا يجيد عندي شيء حتى أتصدق به على الفقراء وإن عندي ولدا متزود وخلف إلى الآن ثلاثة أولاد ودخله أقل من ضرورياته كما أن عندي بنتا متزودة ومعها خمس أولاد وزوجها يحتاج إلى مساعدة وإنني أعطي زكاة لأولادي ابنتي وأولادي ابني فيك بحفاظه وقد قال لي فقيف القرية لا يجود إعطاء الزكاة لأولادي أولادي فقلت له إن الإسلام دين فطرة فهل أترك أولاد أولادي وهم محتاجون وأعطي زكاة لغيرهم والله يقول إنما الصدقات بفقراء والمساكين ويقول وآتذ القرب حقه والفطير القريب أولادي الزكاة من غيره وإنني لا يوجد لدي أي شيء أعطيهم غير الزكاة إنني أرى عقلا أن لا يصح أن أترك أولادي في جوع يعريب وأعطي زكاة لغيرهم هذه ملخصة رسالة قريبين أرجو أن توجهه وتوجه أنت له وحول هذا الموضوع يداركم الله خيرا أما ما ذكرته من اهتمامك بإخراج الزكاة فهذا أمر تشكر عليه وهذا أمر واجب يرجى لك فيه الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى إن الاهتمام بالزكاة واجب على المسلم فالاهتمام بالصلاة لأن الزكاة قريمة الصلاة بكتاب الله عز وجل أما ما ذكرته إن أنك تدفع زكاة ذرعك إلى أولاد ابنك الفقير تدفعها أيضا إلى أولاد بناتك الفقراء أنا فيه تفصيل أما دفعها إلى أولاد ابنك أنا لا يجوز لأن دفع الزكاة لا يجوز لفرع الإنسان ولا لأصوله يعني لا يجوز لأولاده ولا لآبائه وأجداده لا يجوز دفع زكاة لفرع ولا للأصل الفقراء يقولون لا يجوز دفعها لعمودي النسب يعني الفرواء والأصول فذلك لأن الفرواء والأصول لهم حق واجب عليك لمالك إذا كانوا فقراء وأنك تستطيع أن تنفق عليه يجب عليك أن نبق عليه أما الزكاة فإنها لا تجوز لهم لا لفرعك ولا للأصول إنما إذا كان والد إذا كان زوج بنتك فقيرا وله أولاد فإنك تدفع زكاة إلى زوج بنتك لأنه بعيد عنك ليس من أصولك ولا من فرعك كذلك يجوز أن تدفع الزكاة لأقالب الآخرين الذين هم ليسوا من عمودي النسب لإخوتك الهقراء أخواتي الثقيرات وأبناء عمك وعماتي وغير الله تدفعها لأقالب في الذين عيشوا من عمودي النسب أما عمودي النسب لا يجوز لك دفعها إليهم كما سبقنا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هذه المناقشة التي يناقشها الشيخ صالح ويقول إن هذا الأمر لا يتفق مع العقل وما أشبه ذلك هل من تعليق حول هذه الأبكار جزاكم الله خيرا؟ نعم هذا من المؤاخدات وأن الإنسان لا يجوز له أن يناقش من غير علم ما دام أن الفقيه ذكر لك أن هذا لا يجوز وهو فقيه وأن تعامل الواجب عليك الانتزال ترك المناقش والعقل ليس له دخل في أمور الشرع إنما يرجع في أمور الشرع والحلال والحرام والواجب والمستحق والمحرم والمكهور وعلى ذلك من أحكام الدين هذا يرجع فيه إلى نصوص الكتاب والسنة وإلى أهل العلم الذين يفهمون هذه النصوص أما العامي فلا يجوز له أن يستحسن بعقله وأن يرى بعقله وأولك إن الله تعالى يقول وآثي للقربة حقه هذا الحق ليس هو زكاة وإنما له حق واجب عليك بالصلة واجب عليك بالصلة والتصدق عليه إذا كان محتاجا هذا هو الحق الذي يجب له عليه سنة القرابة سنة الرحل جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إذن على الإنسان إذا ما أفتاه عالم أن يستسلم لذلك الأمر دون أن يناقش ولا سيما إذا كانوا مفتعارما بأصول الشريعة نعم وكذلك الله تعالى يقول أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما مرنا بسؤال أهل الذكر إلا لأنه يجب علينا الأخذ بقولهم إذا كنا نجهل الحكم نعتمد على قول أهل العلم نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم